السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم النهاردة عن حل تدريبات الأضواء على نص الاستماع لماذا من منهج اللغة العربية الجديد للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب نص الاستماع لماذا نشاط رقم واحد بيقولك استمع إلى الفقرة ثم أجب نقرأ مع بعض غادر مالك الغرفة وذهب ليزاكر دروسه في هدوء وانتظر عودة أبيهم بفارغ الصبر ليجري معه حديثا مطولا وبالفعل بعد تناول الغداء طلب من والده أن يجلس معه فرحب بطلبه وجلس معا يتبادلان أطراف الحديث فبدأ مالك يسأله قائلا هل كنت وأنا صغير أتساءل كثيرا مثل هاني أخي فضحك الأب وقال لقد كنت كثير الكلام والسؤال أكثر من أخيك لكنني لا أعرف سبب توقف فضولك وقلة تساؤلاتك الآن رد مالك سريعا الحمد لله لقد توقفت عن الإزعاج وأصبحت شخصا عاقلا ناضجا ألف تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد أصبحت شخصا عاقلا ناضجا حضرت لنا خط تحت ناضجا المعنى الصحيح لما تحته خط هل مكتمل الجسم؟ مكتمل الهيئة؟ مكتمل الإدراك؟ مكتمل القوة؟ هنا عندنا ناضجا معناها مكتمل الإدراك فنختار مكتمل الإدراك رقم اثنين طلب مالك من والده أن يجلس معه بعد تناوله العشاء الفطور الغداء الصحور فنختار الغداء رقم ثلاثة كان مالك كثير الكلام والسؤال أكثر من صديقه عمه أخيه أبيه فنختار أخيه في رقم با أكمل واحد كان مالك ينتظر عودة أبيه ليجري معه نغط ليجري معه حديثا مطولا في رقم اثنين كان الأب لا يعرف سبب توقف نغط ابنه مالك فنقول كان الأب لا يعرف سبب توقف فضول ابنه مالك فنكتب هنا فضول رقم جيم ماذا تفعل إذا أخبرك صديقك أنه لا يهتم بالبحث ومعرفة الجديدة فتقول أنصحه بالبحث ومعرفة الجديد لأن ذلك يفيده في المستقبل ويجعله يبتكر ويضيف للعلم في رقم دال تخير الصواب إملائيا يشعر حسن نغط بالسعادة ولا بالسعادة بالألف واللام فنختار بالسعادة الالف واللام في نشاط رقم اثنين استمع إلى الفقر ثم أجب تعجب الأب من رد مالك لكنه رد قائلا تعال معي يا مالك إلى مكتبي لأريك بعض الأشياء نظر مالك للمجلدات الكبيرة والعطيقة فقال الأب انظر يا مالك هذه الإبداعات وما بها من اختراعات كلها بدأت بفضول وتساؤل بسيط فمثلا قصة اكتشاف الجاذبية بينما كان نيوتن جالسا تحت شجرة التفاح سقطت على رأسه تفاحة وهو ما حفزه على التفكير ودعاه إلى التساؤل عن سبب سقوطها دائما بشكل عمودي لأسفل وعدم ذهابها لأعلى أو لأحد الجوانب فالمخترعات البشرية كلها أساسها الفضول ولن تجد عالما مخترعا مستكشفا ليس لديه فضول معرفي قوي فقد قال أينشتاين أنا لست موهوبا أنا فضوليا ألف اختر المعنى الصحيح لما تحتوى خط في الجملة التالية نظر مالك للمجلدات الكبيرة والعطيقة سيطلق خط تحت العطيقة معنى ما تحتوى خط هل الغريبة المختلفة القديمة العظيمة فنختار نختار القديمة في رقم ب ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة علامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد قال أينشتاين أنا لست فضوليا أنا موهوب العبارة خطأ رقم اثنين بدأت الاختراعات بفضول وتساؤل بسيط العبارة صحيحة في رقم جيم ما التساؤلات التي طرحها نيوتن على نفسه بعد سقوط التفاحة تساءل عن سبب سقوطها دائما بشكل عمودي لأسفل وعدم ذهابها لأعلى أو لأحد الجوانب وبذلك توصل إلى قانون الجاذبية وبذلك توصل إلى قانون الجاذبية يبقى تساءل عن سبب سقوطها بشكل عمودي لأسفل وعدم ذهابها لأعلى أو لأحد الجوانب وبذلك توصل إلى قانون الجاذبية طب هنا رقم دال ماذا تفعل إذا عرض عليك صديقك أذهب معه لاستكشاف الصحراء أوافق وأذهب معه لأكتشف الجديد الذي يفيدني في المستقبل في رقم ها تخير الصواب مما بين القوسين واحد ماذا قرأت اليوم نغط نختار علامة تعجب ولا نقطة علامة استفهام ولا فصلة ده سؤال فنختار علامة استفهام رقم اثنين نغط الضيف مصرورا هل غادر بالضاد ولا غادر بالدال فنختار غادر بالدال نشاط رقم 3 استمع للفقرة ثم أجب رد مالك متعجبا وهل هذا يا أبي معناه أن أخي هاني عالم وسيخترع لنا شيئا خطيرا فرد أبي قائلا الفضول المعرفي هو المعلم الأول للبشر فالإنسان فضولي بطبعهم وتدل تصرفاته منذ ولادته على طاقة ورغبة في اكتشاف العالم من حوله مستخدما حواسه الخمس بعد أن يتعلم النطق بكلماته الأولى يبدأ مباشرة في طرح مختلف الأسئلة بطريقة طبيعية فضوله يزيد يوما بعد يوم وهذا هو الطريق المثالي للتعلم ومما لا شك فيه إذا استمر بهذا الفضول فسيكون له شأن عظيم فالعلم خزائن ومفتاحه السؤال ألف تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد سيخترع لنا شيئا خطيرا حيثنا خط تحت سيخترع المعنى الصحيح لما تحته خط يقدم يبتكر يسهم ينجح فنختار يبتكر رقم اثنين يستخدم الإنسان نغط الخمس في اكتشاف العالم يستخدم الإنسان قدراته مهاراته حواسهم إمكانياته فنختار حواسهم رقم ثلاثة يبدأ الإنسان بطرح مختلف الأسئلة بعد أن يتعلم القراءة النطقة الاستماع الكتابة فنختار النطقة في رقم بائك من ما يريد واحد نغط هو المعلم الأول للبشرين نكتب في النغط الفضول المعرفي الفضول المعرفي هو المعلم الأول للبشرين رقم اثنين العلم نغط ومفتاحه نغط فنقول العلم خزائن نكتب هنا خزائن ومفتاحه السؤال نكتب هنا السؤال في رقم جيم على ما تدل تصرفات الإنسان منذ ولادته تدل على طاقة ورغبة في اكتشاف العالم من حولهم تدل على طاقة ورغبة في اكتشاف العالم من حولهم في رقم دال ما رأيك في الطالب الذي يسأل المعلم كثيرا حول الدرس فنقول طالب زكي يحب اكتشاف الجديد ويرغب في المعرفة وهذا سيجعل له شأنا في المستقبل في رقمها صوب الخطأ الإملائي فيما تحته خط الفضول المعرفي هو المعلم الأول للبشر هنا عندنا الفضول تبدأ بألف فوقها همزة نكتب كلمة الفضول بدون همزة نشاط رقم 4 استمع للفقرة ثم أجب شكر مالك أباه وعاد إلى غرفته وهو يفكر كيف ينمي فضوله ويستعيد مهارات التساؤل وحب الاكتشاف لديه وخطرت له فكرة فخصص مدونة له يسجل فيها تساؤلاته وفكره وتأملاته وبالفعل أحضر دفترا ورسم على غلافه علامة استفهام كبيرة وصار يتحرق به في كل مكان ويدون كل شيء يراه ويسير فضولهم ثم يبحث عن الإجابات في الكتب أو بالتصفح على الإنترنت أو بسؤال أبيه وحين يتوصل للإجابة يدونها بجانب سؤاله ولم يتوقف مالك عند هذا فحذب بل طلب من والده أن يشتري بعض الأدوات التي تساعده في الاكتشاف والبحث كالميكروسكوب والعدسات المكبرة وغيرهما فالسؤال يتبعه بحث وتجربة واكتشاف بعد مقرير الفقرة مع بعض رقم ألف اختر المعنى الصحيح لما تحتاجه خط في الجملة التالية يستعيد مهارات التساؤل خط تحت يستعيد معنى ما تحته خط يسترجع يطلب يبحث يحرص فمعنى يستعيد يسترجع في رقم با ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد خصص مالك مدونة له يسجل فيها تساؤلاته وفكره وتأملاتهم العبارة صحيحة رقم اثنين السؤال يصبقه بحث وتجربة واكتشاف العبارة خطأ يتبعه وليس يصبقه رقم جيم ماذا طلب مالك من والدهم أن يشتري بعض الأدوات التي تساعده في الاكتشاف والبحث كالمايكروسكوب والعدسات المكبرة وغيرهما رقم دال اقترح بعض الأدوات التي تساعدك على اكتشاف العالم من حولهم فنقول الكتب وتصفح الانترنت والمايكروسكوب والعدسات المكبرة في رقم هذا ضع علامة الترقيم المناسبة بين القوسين سئل أحد الحكماء هنا نضع نقطتين فوق بعض ما أفضل طريقة للتغلب على الأعداء هذا سؤال نضع علامة استفهام فقال نضع نقطتين فوق بعض بجعلهم أصدقاء هنا عندنا جملة انتهت نضع نقطة رقم واو اختر الكلمة الصحيحة للجملة الآتية خصص مالك مدونة ليسجل فيها هنا عندنا تساؤلاته بالسه ولا تساؤلاته بالسين فنختار تساؤلاته بالسين وبكده يكون وصلنا معاكم من نهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معانا وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لا صلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة